اليوم راح نحكي عن الجزء السادس من تخصصات التمريض الموجودة بامريكا خليكم معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا محمد ناصر ابو يوسف بحيكم من قناتي مذكرات ممرض اللي بنتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء فلو عجبك العنوان خليك معنا للاخر وتابع الاجزاء من هذه السلسلة اللي قبل هذا الفيديو واللي بعده وخليك معنا لا تنسى الهند واشنج البس الجلافز وهات الماسك وتفضل معي التخصص رقم 35 اللي هو الاميونولوجي and allergy nurse ومن اعجب واغرب التخصصات لانه انت شغلتك الحساسية او ردات فعل جهاز المناعة عند المريض بتكون دارس ديبلوم او باكالوروس بعدها انكليكس بعدها رخصة الولاية رخصة مزاوة المهنة بعدها لازم يكون عندك خبرة سنتين في قسم باطني او اطفال ويفضل ان تكون في قسم مناعة او حساسية بدي يكون عندك الفين ساعة خبرة في واحد من هذول خلال اخر خمس سنوات وتنجح في امتحان certified asthma educators الذي تعقده national asthma educators certification board انه اللي بعرفي عالج الازمة بعرفي عالج حساسية من اي شي ولتجديد الرخصة لازم تكمل 35 ساعة دورات كل خمس سنوات او بتعيد الامتحان وخلص وين الماسك تبعك؟ ليش مش لابسي غلافز؟ انت قرفان من هذا السؤال صح؟ للأسف بنا نحكي عن حبايبنا موردين الانفكشين كونترول اللي دايما بيجبو لك الانظار ليش انت مش لابس الماسك بده يكون عندك باكالوريس او ماجستير بالتمريد او بتكون ما يخذ ماجستير في البابليك هيلث عشان تأخذ الرخصة باكالوريس انكليكس رخصة الولاية بعدها خبرة سنتين في قسم ضبط عدوى او في قسم بابليك هيلث ويفضل ان يكون في قسم الانفكشن كونترول بده يكون عندك اربع الاف ساعة خبرة في الانفكشن كونترول يعني سنتين والنجاح في امتحان سرتيفيكيشن ان انفكشن بريفنشن اند كونترول اكزام الذي تعقده منظمة سرتيفيكيشن بورد اوف انفكشن كونترول اند ابيديميولوجي عشان تجدد الرخصة لازم تكمل مئة ساعة دورات كل خمس سنوات فيه تخصص ثاني بشبهو الناس كثير بتلخبط بينهم لكنه مختلف عنه تماما اللي هو الانفكشن كونترول شغلته يفتش المستشفى وشوف وين في عدوى ومين ملتزم ومين مش ملتزم ومين بلبس جلافز ومين ما بلبس الانفكشن كونترول شغلته المرضى المرضى اللي بكون عندهم مرض معدي او مرض عبارة عن انفكشن شغلة هذا الممرض خصوصا المرضى او العدوى المنقولة جنسيا زي الايدز والسفلس والزهري وغيره ممكن يكون معك باكالورس او ماجستير يفضل ماجستير تمريد مع التركيز على الامراض المعدية او الكميونيتي هيلث او البابليك هيلث او اشي مشابه بتاخد بعد الباكالورس انكليكس وخبرة سنتين في تخصص الو علاقة زي الامراض المعدية او الكميونيتي وبتنجح في امتحان سيرتيفايد نيرس ان انفكشن كونترول الذي تعقده نفس المنظمة تبعا التخصص الماضي سيرتيفكيشن بورد اوف انفكشن كونترول اند ابيديميولوجي لتجديد الرخصة يتم الممرض برضو 100 ساعة دورات كل 5 سنوات بشرط يكون منهم 60 ساعة متعلقين بمجال الامراض المعدية من اجمل التخصصات للبنات اللاكتيشن سبيشاليست او اللاكتيشن كونسلطن نعم امريكا فيها ممرضات مختصات بالرضاعة شغلتك انه تعلم الام خصوصا الام اللي اول مرة بتولد كيف تردع الطفل فانت شغلتك تعلميهم عن الرضاعة وتقدمي الدعم لهم اهم شهادة في التخصص تبعك شهادة استشارية رضاعة او سيرتيفايد لكتيشن كونسلطن من المجلس الوطني لاستشاريات الرضاعة اللي هو الانترنشنال بورد اوف لكتيشن كونسلطن ما حداش يضحك الموضوع جد يجب ان تكون خصائية الرضاعة ذات خلفية صحية هذا التخصص بالذات الممرضة بتقدر تتخصص فيه القابل بتقدر والطبيب بتقدر لكن يمكن لأي عاملة بالمجال الصحي الاختصاص بهذا الفن حتى لو صيدلانية مش مشكلة بلزمك بس تسعين ساعة من التدريب على التثقيف بالرضاعة خلال اخر خمس سنوات اشتغلتيهم عدد الساعات بتختلف حسب تخصصك الاصلي بسموهم ثري باثويز فانتي لازم تكون عندك واحد من التالية باثوي ون يبقى عندك الف ساعة من الخبر العملية في قسم ولادة باثوي تو بدك تكون دارس برنامج اكاديمي عن الرضاعة والولادة وغيره باثوي ثري خمسمائة ساعة من الخبرة العملية تحت اشراف مشرف متخصص او الف ساعة لحالك بدون ما حدا يشرف عليك الرخصة صالحة لخمس سنوات وعشان تجدديها بتكملي عدد معين من الدورات مثلا خمس وسبعين ساعة منهم خمسين على الاقل متعلقة بالرضاعة وخمسة على الاقل متعلقة باخلاق المهنة او بتعيد الانتحان نفسه كل عشر سنوات او خمسين ساعة دورات كل عشر سنوات فحسب الجهة اللي عطتك الرخصة تختلف متطلبات التجديد بما انه صلنا نحكي عن الرضاعة راح تقولولي طب تمريد الولادة خليك معي اصبرك شوي Labor and Delivery Nurse اللي هي ممرضة التوليد ممكن تتخرج من الكلية او من الجامعة بعدها تخلص انجليكس بعدها تاخذ رخصة الولاية بعدها بتشتغل في قسم ولادة بمستشفى او قسم امومة في مركز صحي وبتختلف الخبرة المطلوبة حسب صاحب العمل عادة بطلب منك سنة او سنتين هذه الرخصة بتنعطى من ويسموها لازم تتخرج من الجامعة الفين ساعة خبرة خلال اخر سنتين في التوليد وتجدد الرخصة كل ثلاث الى خمس سنوات بحوالي خمسطعش الى ثلاثين ساعة دورات بتختلف حسب الجهة اللي عطتك الرخصة وتبارس المهنة من الف الى الفين ساعة في قسم الولادة اعادة الامتحان اختيارية اذا فشلت في واحد من هالشرطين يا بتاخد دورات يا بتجيب خبرة في تخصص مشابه الو المتيرنال تايلد نيرس هاي بتهتم بالام وبالمولود ممردة الولادة وحديث الولادة لازم يكون عندك دبلوم والجسر باكلورس بعدين انكليكس ويكون معك خبرة في قسم توليد وخداج او حديث ولادة تتعلمي وتاخد رخصة في هذا التخصص او يكون عندك خبرة سنتين في قسم توليد و الفين ساعة خبرة في قسم مناعة وحساسية خلال اخر خمس سنوات وتنجح في امتحان الناشنال سرتيفيكيشن كوربوريشن او الامريكان نيرسنج ريدينشالينج سنتر اللي بعطوكي واحدة من ثنتين يا بتاخدي الريجيستر نيرس سرتيفايد ان اوبستيتريك اللي ممردة ولادة او الريجيستر نيرس سرتيفايد ان ماتيرنال نيوبورن نيرسنج اللي هي ولادة وحديث ولادة يعني الام والابن في عهدتك عشان تجدد الرخصة راح توخذي يا خمسين يا امة ثلاثين ساعة دورات كل ثلاثة او اربع سنوات حسب من وين جبت الرخصة قبل ما نكمل تخصصات تمريد التوليد هاي في احيان نادرة بشتغلوا فيها الشباب فلو رحت على امريكا راح تلاقي من بين كل ميت ممرضة بالولادة في شب بشتغل بينهم شو عجبه في التخصص انا مش فاهم بس بدك تعرف انه مش ممنوع من اجمل التخصصات للناس اللي بتكون زهجت من البيت سايد وبدها تبطل الطعم وتشرب وتتقلب في المريض وتحمل وظهرها انكسر وبتدبعد على البيت سايد وبديش اتعامل مع الناس في تخصص اسمه الليجال نيرس كونسلتنت فانت بتكون معك خبرة سنوات طويلة وبكون معك مجسيرة او دكتوراه في التمريض فبستدعوك في المحكمة كخبير رعاية صحية على اساس لو مستشفى او ممرض ارتفعت عليه جضية انت بتمضر في الجضية وانت اللي بتقرر هل هو يعني انت بتقول للجاضي احبسه او لا تحبسه تعرف مذنب او لا الممرض استعمل خبرته في الحالات القضائية المتعلقة بالرعاية الصحية بساعد المحامي في قراءة ملف المريض بفسر له المصطلحات الطبية وبعدين عشان تاخد هذا الاختصاص في امتحان من الامريكان ليجال نيرس كونسلتنت سيرتيفيكيشن بورد لترخيص الممرضين بهذا الاختصاص وهناك 28 برنامج في الولايات المتحدة لهذا الاختصاص يعني في 28 جامعة تاخد منها ماجستير كمستشار قانوني في امور التمريض هل تعلم انه الميديكال سيرجيكال يعتبر تخصص احنا عارفين انه اي واحد بدخل امريكا اول اشي بيبدأ ثلاث او ست شهور شغل في الميديكال سيرجيكال بعدها بطلب نجل للقسم البدو اياه طب لو انا حابب اظل طول عمري بالميديكال سيرجيكال ممكن تتخصص وتاخد شهادات عليا في هذا المجال وزيد راتبك ويرتفع مسمىك الوظيفة الى ممرض اخصائي وممرض استشاري وغيره مع انه الانتري لفيل لاي ممرض في امريكا لكن التطور في المهنة خلى هذا تخصص قائم بذاته وتنساش انه اكبر نسبة من ممرضين امريكا بيشتغلوا في هذا التخصص او في هذا القسم لكن ممكن تاخد تخصص من اشي اسمه ميديكال سيرجيكال نيرسنج سيرتيفيكيشن بورد وتصير ممرض اخصائي ميديكال سيرجيكال من اعجب التخصصات ميليتري اند يونيفورند سيرفيس نيرس يعني انت ممرض عسكري نايتينجل الله يسهل عليها ارثت النواة الاولى لهذا التخصص بالذات عندما عالجت الجنود في الكريم يانوار او حرب القرم وبعدها كونت اول كليل التمريد تخرج ممرضات للجيش اللي هو مستشفى فيكتوريا العسكري في هامشيار في بريطانيا حاليا الممرضات بدرسوا على حساب الجيش طبعا في الجامعة بعدين بتخرجوا سكند ليوتيننت او ملازم ثاني وباخدوا بترخيص كممرضات عسكريات ومن المنظمات اللي بتعطيهم بترخيص The Army Nurse Corps Association البنات اللي بيحبوا الصغار تخصص النيو نيتل نيرس او تمريد حديثي الولادة انت بتعتنق بالاطفال من يوم لثمانة وعشرين يوم فقط ممكن تتخصص فيها بعد دبلوم تمريد مشارك او باكالورس وبعض الدول تسمح للقابلات بهذا التخصص بعض المعاهد والجامعة اللي بتدرس او تدرس هذا الاختصاص تشترط ان يكون الطالب فرش او خريجي جديد او ناجح في الانكليكس ار ان ولسه مشتغل وبعضها تشترط خبرة في الادلت نيرسنج او الميديكال سيرجيكال بينما النشونا الاسسيشن او نيو نيتل نيرسز بتشترط خبرة سنتين في النيوبورن اي سي يو او الان اي سي يو قبل الدراسة لازم تنجح في النيونيتل ريزاستيكيشن برو جرام بدون ما تفهم الانعاش تبعهم مش رح تعرف تشتغل وبعدين رح تخضع لاختبار مهارات او سكيلز كل سنة فمش اي واحد بعرف يركب كانوا للبي او النيوبورن مش اي واحد بعرف يعمل له سكشن مش اي واحد بعرف يركب له انجي تيوب وهكذا كل سنة بدون متأكدوا ان شغلات هاي لسا مانسيتها The Neurosurgical Nurses او Neuroscience Nurses اللي هم الممرضين اللي بشتغلوا في اقسام الاعصاب او جراحة الاعصاب لازم تكون ممرضة بالبداية عندها دبلوم وجسرت او عندها باكالوريس واخذت انكليكس بعدين خبرة في قسم اعصاب او جراحة اعصاب او عناية مركزة اعصاب ويفضل ان تكون Perioperative Nurse يعني لو تشتغل بعمليات الاعصاب احسن واحسن او 4000 ساعة عملية خلال اخر خمس سنوات وتنجح في امتحان American Association of Neuroscience Nurses او American Board of Neuroscience Nursing في اختلاف بينهم تاخد رخصة Certified Neuroscience Registered Nurse بتصير ممرض اعصاب او ممرض جراحة اعصاب معتمد مرخص ولتجديد هاي الرخصة بتاخد 75 ساعة دورات كل خمس سنوات الحلقة الجاي رح نجيب بصيرة اكم تخصص من التخصصات اللي بتقعد فيهم وراء مكتب عشان الناس اللي بكرهوا خليكم معنا ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد نأول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة